السلام عليكم معيكم ميس اسراء جابر هنكمل مع بعض منهج الاحياء لقولة سنوي بس قبل ما ابدأ شرح الدرس بتاع النهاردة عايزاكم تعملوا لايك للفيديو وشير ولو مش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد وكمان فيديو اللي جاي ان شاء الله باذن الله هنحل مع بعض اسئلة تمام نبدأ في شرح درس النهاردة درس النهاردة عبارة عن قوانين مندل في ضوء النظرية الكروموسومية زي ما انتو شايفين كده هناخد قوانين مندل على نبات البسلة طيب النظرية الكروموسومية وشرح الكروموسومات بالتفصيل كانت في الدرس السابق فاللي ما شافش الدرس اللي فات اللي هو اول درس في الترمي التاني ياريت يشوفوا عشان هنستكمل النهاردة قوانين مندل في ضوء شرح الكروموسومات والنظرية الكروموسومية طيب العالم مندل وضع قوانين اللي هي قانون مندل الاول وقانون مندل التاني طيب قال ايه؟ قال ان كل صفة وراثية بيتحكم فيها زوج واحد من الجينات من ايه يا جماعة؟ من الجينات طيب الجينات دي اما تبقى سائدة اما متنحية اما تبقى كابتل اما تبقى سمول تمام؟ قوية وبينة اما ضعيفة طيب هناخد بالزبط الجينات السائدة والمتنحية وبالامثلة هتفهموها معايا عندي القانون الاول لمندل اللي هو اسمه ايه؟ قانون انعزال العوامل الوراثية ده بيفسر طوارس زوج من الصفات القليلومورفية طيب قبل ما ندخل في القانون الاول لمندل هناخد مع بعض شوية رموز خلاص خاصة بالتزاوج الوراثي هنستخدمها في كل المسائل فيما بعد يعني علامة التزاوج زي ما انتو شايفين اهو عبارة عن فيه علامة الزكر علامة الانسة طيب في الجيل الاول اهو بيفسر بي وان الامشاك بيبقى ج وان افراد الجيل الاول بيبقى اف وان طيب بالنسبة للجيل التاني الاباوين بيبقى بي تو والامشاك جي تو وافراد الجيل التاني افتو طيب تعالوا نبصوا مع بعض على القانون الاول لمندل عمل ايه بصوا جين اللون القرموزي القرموزي يا جماعة اللي هو اللون الاحمر الداكن اللون القرموزي R capital فحيحصل تلقيح ما بين الازهار ازهار نبات البسلة ادي نبات البسلة الازهار بتاعته قرموزية نقية نقية يعني R capital R capital وهنا نبات ازهار نبات البسلة لونها ابيض R small R small ده سايد وده متنحي المتنحي على طول بيبقى نقي بيور R small R small طيب هناخد الامشاج منهم تمام وحيديني الجيل الاول 100% نباتات قرموزية هاجين يعني ايه هاجين يعني R capital R small طب سانية واحدة هنا اللون القرموزي لرمزين يئما يبقى نقي R capital R capital يئما يبقى هاجين هاجين يعني مختلف R capital R small فده اسمه قرموزي هاجين لكن ده اسمه قرموزي نقي فكان نتيجة تلقيح القرموزي النقي مع الابيض هو قرموزي هاجين من برة الزهرة من برة زي ما انتم شايفين لونها قرموزي لكن تركبها الجيني ماله R capital R small هاجين تركبها الجيني هاجين تعالوا مع بعض نشوف افراد الجيل التاني هتطلع ايه هنعمل تلقيح ليه الجيل الاول اللي هو ده R capital R small مع R capital R small هنعمل لهم تلقيح وننزل بالامشاج تمام حيضيني النسبة تلاتة قرموزي لواحد ابيض تلاتة قرموزي لواحد ابيض ما فرقش معايا هنا التركيب الجيني بتاعهم لان فيه قرموزي R capital R capital زي ما قلنا وفيه قرموزي R capital R small وزي ما انتو شايفين من جنبه استخدمت الرموز اهي بتاعت الجيل التاني parents خلاص الاباء وهنا G2 و الفاميلي F2 بصوا جماعة ممكن اعمل صفة طول الصاق برضو نفس الموضوع بص الرموز عندي اللي هو طول يعني طول الصاق يعني طول هنا طويل نقي T capital T capital قصير نقي T small T small وطويل هاجين اللي هو T capital T small وهنا عامل نهالي على طريقة برضك مسألة وحلها فاللي حابب يحلها يحلها معايا انا بشرح من كتاب الامتحان طيب انا المرة دي هاخد القانون التاني القانون التاني لمندل القانون التاني باخد صفتين القانون الاولاني كنت باخد صفة اللون بس لكن القانون التاني هتكلم عن بزور نبات البسلة فهاخد صفتين في البزرة صفت لون الاصفر لون البزرة اصفر وانه هي تبقى ملساق حرموز لها بايه اللون الاصفر يلو Y capital Y capital و الملساق حرموز لها بS capital S capital طيب Y البزرة الخضرة Y small Y small هتبقى هتبقى مجعدة S small S small هنزل بالامشاق زي ما انتو شايفين هيجيلي الجيل الاولاني 100% سائد بس 100% سائد هاجين Y capital Y small S capital S small طيب هاخد الجيل الاولاني ده واعمله طلقيح مع نفسه اهو اتنين هول بزور اعمله طلقيح مع نفسه هاجين اللي اتنين هاجين سائد هاجين ماشي هلاقي النتيجة في الاخر طلعتلي 9 ل3 ل3 ل1 9 بزور صفراء ملساء و3 بزور صفراء مجعدة و3 بزور خضراء ملساء و1 بزور خضراء مجعدة تمام يبقى ده كله على بعضه القانون التاني لمندل بصوا هنا بيوريني لنبات البسلة برضو بعض الصفات السائدة والصفات المتنحية اللون القرمزي في الظهرة ده سائد اللون الابيض متنحي وضع الظهرة الجانبي سائد الوضع الطرفي يعني على طرف الصاق متنحي اللون البزرة الاصفر سائد اللون الاخضر متنحي وهنا عطيني امثلة كتير للصفات السائدة والصفات المتنحية زي ما انتو شايفين كده وممكن نطبقها على الانسان كمان الانسان في صفات عنده سائدة وصفات متنحية زي ما انتو شايفين الصفة السائدة مثلا القدرة على لف اللسان هنا دي سائدة ودي متنحية انه مش عارف يلف لسانه وهنا شحمة الازن المنفصلة دي سائدة الشحمة اللي هي متصلة على طول بالجلد كده دي متنحية وزي ما انتو شايفين عطيني امثلة كتير للصفات السائدة في الانسان والصفات المتنحية في الانسان تقدروا تعملوها سكرين شوت او توقفوا الشاشة شوية وانسان وايه هي الصفات المتنحية اه وبكده يبقى خلص درس النهاردة قوانين مندل قانون الاول وقانون التاني ان شاء الله باذن الله المرة الجاية الفيديو الجاية هيبقى حل اسئلة على الدرس الاول وعلى الدرس التاني الدرس الاول اللي هو كروموسومية والنظرية كروموسومية الدرس التاني عن قوانين مندل ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير عشان يوصل لكم بقي الفيديوهات الجديدة ان شاء الله